السلف الصالح ويكون طويلا فيتيسر قيامه من غير عناء ولا تعب لأن الليل إذا كان طويلا أخذ الإنسان حظه من النوم وقام لقيام الليل بنشاط فكان السلف يفرحون بقدوم الشتاء ويقولون هو الغنيمة الباردة وقد ورد في ذلك آثار فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه فجعل الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات فإن المؤمن يقدر في الشتاء ويتيسر له صيامه من غير مشقة ومن غير جوع ولا عطش فإن نهاره قصير مع برودة الجو وكذلك أيضا ليله طويل فيتيسر له قيامه وكان أبو غريرة رضي الله عنه يقول ألا أدلكم عن الغنيمة الباردة قالوا بلى قال الصيام في الشتاء ومعنى كونه غنيمة باردة أي أنها غنيمة حصلت بغير تعب ولا مشقة فإن الجو يكون غالبا باردا والنهار يكون قصيرا وكان الحسن البصر رحمه الله يقول نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه وكان عبيد بن عمير يقول إذا جاء الشتاء يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فقرأوا وقصر النهار لصيامكم فصوموا وبكى معاذل جبل عند موته فقال إني لا أبكي جزعا على الموت ولا على فراق الدنيا وإنما أبكي على ضماء الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة